طلاب هسو نجي التصنيع الكوينولين والآيزوكوينولين يعني تصنيع البنزوبردين بصورة عامة أول طريقة بتصنيع الكوينولين من أرايل أمين اللي هو نفسه شنوه نفس الأنيلين تمام أنت وان ثري داي كاربونيل كومباوند خوش إذن الكوينولين أول طريقة اللي هي تحتبرها جنرال شو اسمها؟ اسمها كومبا سينثيس منيا شنو مكوناتها شنو الستارت ميتيريال إلها اللي هي الأر الأمين بينقوسها الأنيلين وان ثري داي كاربونيل تمام يعني ممكن تجي بالامتحان يقول الكوينولين يحضر من ويضطينها ذني أر الأمين أنت وان فور داي كاربونيل أر الأمين أنت وان تو داي كاربونيل أر الأمين أنت وان ثري داي كاربونيل وبعد يضطي هي وان ثري داي كاربونيل أو يغيرها مثلا يكتب الكيلامين مو أر الأمين يعني هو هاي أشياء تتغير به إذن هس من الأر الأمين والوان ثري داي كاربونيل هاي الميكانيكية قالت ما مطلوبة بالوزارة اذا اش لون راح تصير مجرد انه الارالامين اللي هو الانالين راح يتفاعل الان راح تيجي تكسر الاسرة مع للأو تمام وانه بتوفر انه اسرة مزدوجة هاي الاسرة المزدوجة راح تكسر انه اسرة مع الكربونيل وبالتالي راح يسوي للحلقة يعني تغلق الحلقة يعني هسا هاي هنانه الان اتش مو بها اللومبير هاذ اللومبير راح يجي يكسر الاسرة مع الكربونيل بالتالي راح ترتبط انه به و تمام وهنانه اكل الاسرة المزدوجة بعد هي هاي الها ميكانيكية توفر هاي الاسرة المزدوجة بعدين هاي الاسرة المزدوجة ما البنزين راح تهاجم راح تهاجم الكربونيل بالتالي راح تفقد الاسر وتسوي لنا غلق للحلقة المثل وين موجود؟ موجود على الذرة الرابعة وعلى الذرة الثانية هاي يعني ما مطلوب فقط انه تحفظونها هاتش انه الان اتش راح تطرد الاو وتكسر العاصرة راح توفر انه هنانا عاصرة مزدوجة تمام؟ النوب يعني هنانا تصير العاصرة المزدوجة هاي الوان ثري داي كاربونيل متمام؟ وهنانا هاي الكاربونيل وهنانا كاربونيل الان اتش تو الان اتش تو هاي مو بها اللام بير هاذ اللام بير راح يجي يكسرها هنان الصارت هنان الان اتش ارتبطت هاي هاي ما الآصرة متمام؟ هاي الوراهة هاي راح اصير بها آصرة مزدوجة بس هي اتش متمام؟ هلسأ خلينا أكتب هيها هي تش ان اتش وهنان هاي وهنان الاصره المزدوجه خوش هنان الموجود هاي هنان موجوده مال الكاربونيل هاي منان هاي الاصره المزدوجه مال من مال البنزين تمام يعني هنان هاي وهاي هنان هاي الاصره المزدوجه راح تجي تكسر هاي الاصره مال الكاربونيل ويصير غلق للحلقة يعني راح تصير هيك هي هاي الميكانيكية مالتها مال مطلوبة فقط نحفظها هيك تمام هنان راح تصير الاصره المزدوجه هنان تمام فالصير هيك هنان هاي غلط هنان هنان راح تصير هنان الاصره المزدوجه اليم ما يصير اصره يم اصره خوش فالصير الاصره المزدوجه هنان هي يعني مجرد انه نحفظها هيك تمام بوجود الحامض راح تصير لها ساي سايكليزد يعني يصير تغلق الحلقة بوجود الحامض اللي اشته اس او فور اذا هسه الكمباس سينثيزز هنان الستارت ميتيريال اللي هي ارال امين والبون ثري دايكاربونيل راح يتفاعلا وانشي كونن يكونن الكوينولين الكوينولين اما راح يكون معاوض على البنزين المعاوضات يعني اما راح يكون معاوض على البنزين على اي من المواقع يعني هذا او هذا او هذا او هذا هو من طينا الار بالنص يعني يقل لنا انه على اي موقع يصير او راح يصير على موقع اثنين ثلاثة واربعة تمام يعني الالكتروفلك او المعاوضات راح تجينا راح يصير على كل المواقع اهلانا هاي الكمباس سينثيس يعني من يقل لانه مثلا الحضر الكوينولين ويقل لانه معاوضات هاي المعاوضات مو شرطة تكون على كلها يعني مثلا هاي السهنانة على الثانين وعلى الاربعة موجود معاوضات او تجو معاوضات على الثلاثة وعلى الاربعة او على الثلاثة واربعة يعني مو ثابتة اما بالطريقة الثالثة بالطريقة الثالثة هنانا لا هنانا من يقول حضر كوينولين اه يعني متفرع يعني موجود بكل المواقع يعني هنانا لازم بكل المواقع بهاي الطريقة من يقول لانه هيشي كوينولين متفرع فنكتب له هاي الطريقة اللي هي مال فردل لاندر فردل لاندر سينثيس تمام فيكون الكوينولين معوض على 2 و 3 و 4 دائما هاي اما هاي لا مشارط مشارط يكون على 2 و 4 2 و 3 يعني مختلفات تمام هاي بالنسبة لأول طريقة اللي هو من الأرالامين اللي هو نفس الأنيلين وال 1-3 دايكاربونيل مجرد ان بس نحفظها الان راح تهاجم الأو تكسر الآصرة وتوفر آصرة مزدوجة على الذرة الوراهة تمام هاي انه بالآصرة المزدوجة مال البنزيل راح تهاجم الكاربونيل تطرد الأو وتسوى غلق للحلقة تمام سوى تغلق للحلقة وصارت يعني كوينولين معوضة الطريقة الثانية اللي هو كوينولين فروم همأر الأمين بس هسه شعدني ألفا بيتا أنساتوريتد كاربونيل كومبون شا اسمها الطريقة اسمها سكراب سينثيس هذاني لازم نحفظها سكراب سينثيس كومبوس سينثيس عدنا هذا الوراء فريدلاند سينثيس لازم نحفظها ليش مثلا ايجانا بالسؤال قال كومبوس سينثيس او ستارت متيريل اوف كومبوس سينثيس ايجانا بالسؤال الصح للكومبوس سينثيس أكيد أرى الأمين اللي هو هذا فلازم نحفظ أسماء هنا الشائعة هسا السكراف سينثيس شنو المادي أرى الأمين اللي هو نفسه هذا أند ألفا بيتا أنساتشوريتد كاربونيل شنو معناه هنا أدنا هذا أول شي ألفا بيتا أنساتشوريتد كاربونيل هاي الكاربونيل هاي شنو كاربونيل أول حلقة مرتبطة بيها هنا أول حلقة رح ترتبط بيها أو أول ذرة شو اسمها ألفا اللي هي هاي وثاني حلقة بيتا إذن هاي ألفا وهاي شنو هاي هنانا رح تكون بيتا ألفا وبيتا شبيهن أنساتشوريتد أنساتشوريتد كاربونيل يعني هنانا على موقع ألفا وموقع بيتا أكو أنساتشوريتد يعني أكو آسرة مزدوجة هاذا ألفا والبيتا رح يتفاعلا وياما ويه الأرل أمين أن أجتو وهنانا عليها اللومبيرا زائدا الألفا بيتا عن ساتشوريتد كاربونيل شراح ينطينا هسه أحنا رح ناخذ كميكانيكية لأن قالت أن الميكانيكية مالتها مطلوبة بالوزاري خوش هسه أول شيء قبل يعني نبدأ بيها هذا الوان أو ألفا بيتا داي كاربونيل أو ألفا بيتا أنساتشوريتد كاربونيل ما موجود شلال رح نحضره هلان عدنا الغليسرول الغليسرول بوجود الـ H2SO4 رح نقدر نحول الغليسرول اللي هو عبارة عن شنوه عبارة عن عبارة عن دهن كحولي اللي هم أكيد بـ OH تمام هنانا الغليسرول عبارة عن CH2 وهنانا OH وهنانا CH OH وهنانا CH2 OH أول شيء هاي أول حلقة أو أول ذرة اش راح يصير لها راح يصير لها أكسدة وبالتالي الكحول الأولي من يصير لأكسدة المر راح يتحول أكيد يتحول إلى ألدهايد تمام إذن هاي راح نحولها إلى ألدهايد هاي بيهن OH وهاي هنا OH شلون راح نطلحن بوجود الـ H2SO4 راح يطلعن كل واحدة راح تتوفر لها H و راح تطلع على شكل جزيئة ما فهنانا ش راح تصير بياناتهن راح تصير بياناتهن راح تصير بياناتهن آسرة مزدوجة إذن هنانا شنوه صارت CH2 آسرة مزدوجة CH وهنانا عبارة عن شنوه عبارة عن C مرتبطة بيها H وهنانا يعني صارت الديهاد تمام من الريد نسويها من الريد نسويها راح تطلع عنا بشكل بهذا الشكل اللي هو آآ ألفا بيتا آنساتشريتيد كاربونيل تمام فهنانا همه يعني على متوضح انه هاذا هاي هنانا CH2 وهنانا CH وهنانا CH2 هاي قلنا راح يصير لها آآ أكسدة هاي راح تصير لها أكسدة راح تتحول إلى ألديهايد هاي هنانا صارت بيانات هن هاي CH والCH2 صارت بيانات هن صارت بيانات هن آسرة مزدوجة تمام تمام الOH بوجود الH2SO4 راح يطلع عن هاي وهاي فصار عدنا شنوه وان ألفا بيتا آنساتشريتيد كاربونيل هاي نجيبها نفاعل هوايامن ويهل أرل أمين فهسه هنانا خلينا أسويها بغير صفحة هنانا عدنا ال وان أو هنانا عدنا الأرل أمين هاي الآسرة المزدوجة وهاي آسرة الكاربونيل وهنانا موجود H أكيد يعني هنانا ال H هنانا ال C ترتبط بأربعة هاي آسرة وهاي آسرة أتنية وآسرة أمال الكاربونيل أربعة تمام هنان هسه أول شيش رح يصير هذا اللوم بير رح يجي هاجم الآسرة المزدوجة متمام إجي هاجمها هلانا انكسرت الآسرة المزدوجة ظهرت على شكل شحنة سالبة هاي ظهرت على شكل شحنة سالبة الشحنة السالبة تعتبر شنوة تعتبر يعني غير مستقرة لازم ترجع بشكل آسرة فتيجي على شكل آسرة الهنانا فصارت صارت آسرة مزدوجة هنانا هنانا أكو آسرة مزدوجة بعد أكيد ما يصير آسرة مزدوجة يم آسرة مزدوجة فراح تطلع هاي الآسرة على الأوب شكل أو سالبة تمام وهنانا موجودة الأج فهسه أول شيء إجي اللوم بير هاجم الآسرة المزدوجة طلعت على شكل شحنة سالبة الشحنة السالبة تكون غير مستقرة ما تستقر هاي شيء لازم ترجع آسرة فرجعت آسرة على هاي الذرة يعني على هاي بين الذرتين آسرة مزدوجة ما يصير يا مآسرة مزدوجة فهاي الآسرة رح تطلع على الأوب شكل شحنة سالبة وبواسط حامضي الأو رح تكتسب إنا أج الأو في وسط حامضي حسب حاجيها رح تكتسب أج فصير أو أج يعني هنا أنا آخر شيء هذا ما رح يصير رح يصير هجي هنا أنا أو أج وهنا أنا الأج تمام تمام فهسة ش رح يصير هذا عدنا الأرل أمين هنا أنا هاي البنزين هنا أنا عدنا هاي الأواصر المزدوجة تمام هنا أنا عدنا هاي أن أج فقدت الأج واحدة من الأجات رح تصير بشكل آسرة هاي واحدة من الأجات انفقدت صارت بشكل آسرة إجي هاي 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 رح يرتبط خليني أغير القلم هنا أنا إجي هاذ رح يجيلي هنا تمام هاي الأسرة المزدوجة هاي الأسرة المزدوجة إش موجود عليها موجود عليها الأو أج والأج متمام تمام أهل أنا خليني بس أراد تفهي على مود يعني الصير سهلة مجرد أنه رح بس غير مواقع الأواصر ما للبنزين يعني هنانا رح يصيرا وهنانا هاي كلها تبقى نفسها وهنانا هاي وهاي وهنانا الأسرة المزدوجة عليها الأو أج والأج مجرد أنه هاي هنا غيرت المواقع ما للأواصر على مود الصير أسهل تمام هسه هناني ش عدني هناني الأن عليها اللومبير متمام الأن عليها اللومبير هناني اللومبير رح يصير بشكل آصر هذا اللومبير رح يصير بشكل آصر هناني ليش على مود يحرك هاي الآصر وتروح يتهاجم الآصر المزدوجي هاي اللومبير رح يجيب بشكل آصر يعني هنانه صار بشكل آسره هنانه بشكل آسره هنانه من صار بشكل آسره يعني فقدت اللون بير وظهرت شحنه موجبة متمام؟ يعني هسه بالمنطق الان بشقت ترتبط ترتبطه بكلث أو آسر هسه كم آسره بيه هاي وحده وهاي اثنيا ثلاثة وهاي وحده أربعة فأكيد تظهر عليها شحنه موجبة هايا راح ترجع نفس ماهيه وهاي الآسره المزدوجه عليها الـ OH و الـ H تمام؟ تمام هنانه صارت آسره مزدوجه هاي الآسره المزدوجه راح تروح تهاجم يعني هنانه هاي الآسره المزدوجه راح تهاجم هاي الآسره تمام؟ الآسره هاي راح تهاجمت من هاجمت ايش راح تسوي؟ راح تسوي يعني راح تغلق الحلقة يعني راح تصير ايش راح تسويه كان هاي ايش راح تسويه ايش راح تسويه الـ N عليها الـ H وهنانه عليه الشحنه الموجبة ايش راح تسويه وهنانه انغلقت الحلقة بعد هاي راح تسويه تمام هسه اللي هنانه ما عدنا شي هاي الاسرة المزدوجة هاجمت هاي الاسرة باعتبارها ضعيفة تمام لان اول شي ااسرة مزدوجة وثاني شي عليها او اج بالتالي شي تعتبر تعتبر ضعيفة خوش انغلقت هسه هنانه ش موجود هاي السي بشكم ااسرة مرتبطة مرتبطة بوحدة باثنين بثلاثة ثلاثة السي بشكت تشبع باربعة اذا اش موجود هنانه موجودة اتش هاي الاتش راح تنفقد وترجع ااصرتها للبنزين الاتش راح تنفقد ترجع ااصرتها للبنزين يعني هنانه اش راح تصير هنانه الان هنانه فقدت رجعت الاسرة هاي الاسرة هنانه اصرة مزدوجة واجتها اصرة مزدوجة هاي الاسرة راح ترجع عنا الهنانه للان فصارت بشكل لونبير تمام هاي اش موجودة هنانه موجودة او اتش موجودة اتش هسه اهلانه اش راح تصير اخر خطوطيان ال او اتش ال او اتش هاي ويال اتش ال او اتش راح يصير لها مغادرة على شكل اتش تو او سالب اتش تو او تمام راح تصير لها سالب اتش تو او فهنانه شي صير ان وال اتش اهنانه مغادرة تركت الاسرة ال اتش رجعت على شكل اصرة للمركب اخر شي ال اتش راح تنفقد اترجع اصرت هاي الهنانه فشي صير المركب يصير بهذا الشكل هنانه اصرة وهنانه اصرة وهاي ال اواصر ما للبنزين وعليها اللون بير فصارت عدنا اخر شي اللي هو الكوينولين تمام اذا اول شي كخطوات اول شي الان عليها اللون بير اهلانه الان عليها اللون بير راح تهاجم الاسرة المزدوجة باعتبارها اضعف من الكاربونيل الاسرة المزدوجة راح تنكسر على شكل شحنة سالبة على الذرة المجاورة الشحنة السالبة تحتبر غير مستقرة فلازم ترجع بشكل اصرة اهلانا علنا اصرة ما يصير اصرتين واحدة بصف الثانية اصرتين مزدوجات فهاي الاسرة ما الاكسجين او ما الكاربونيل راح تطلع على الاكسجين بشكل شحنة سالبة تمام خوش وبوسط حامضي في وسط حامضي تمام يعني فلتكن مثلا اجتو اس او فور خوش الاو سالبة راح تكتسب لنا ال اتش على مدة عادل فصارت او اتش هذا هذا راح يجي ارتبط الناوين بال اه بالارض امين اجت هاي الان فقدت واحدة من ال اتش فصارت بشكل اصرة تمام اهلانا هاي اجي ارتبط وهاي الاصرة المزدوجة عليها ال او اتش وال اتش هاي على مود تتحرك الاصرة هاي يعني هنانا هاسه هذا هذا الغوة هذا تمام هذا من انا قبلا راح يرتبط الناوين الان قلنا فقد ال اتش ماته وصارت بشكل اصرة تمام هاي هاي هنانه اللي باللون الاسود ايجت هاي هنانه وهاي الاصرة المزدوجة عليها ال او اتش وال اتش خوش على مود ال اتش او على مود هاي ال اتش هاجم هي ما تقدر تتحركها اللون بير هو اللي راح يحركها اللون بير راح يصير بشكل اصره مزدوجه ويحرك هاي الاصره على مودة هاجم فهنا اجي اللون بير اجي على شكل اصره ما طول الان فقدت اللون بير ظهرت عليه الشحنة الموجبة تمام؟ هاي الاصره راح تهاجمت هاجمت الاصره المزدوجه فهنا غلقت الحلقة انغلقت الحلقة تقدرون همه هاي منانا قبل اللي هنانا تنغلق الحلقة متمام؟ هاي الاتش موجودة راح تنفقد ترجع اصرته رجعت هاي الاصره متمام؟ ما يصير اصره مزدوجه ام اصره مزدوجه فهاي راح يرجع على شكل اللون بير على الان يتم فقدان الماء تطلع على شكل جزيئة ماء راح ترجع الاتش اصرتها للمركب واخر شيء الاتش مال الان همه تطلع وترجع اصرتها للمركب تمام؟ اهلانه هاي الاتش ما تطلع بسهولة لذلك اش تحتاج؟ تحتاج اهلانه تحتاج نايترو بنزين اند فيروس سيلفيت نايترو بنزين اند فيروس سيلفيت اللي هو الاف اي اس او فور راح يتحول الى كوينولين بوجود الارل امين تمام؟ هاي الاتش ما تنفقد اللي بوجود هذان هاي اخر شيء مننا نحولها بوجود شنوه الاف اي اس او فور وش موجود بعد؟ سي سيكس اتش فايف ان او تو اللي هو النايترو بنزين تمام؟ هاي الكاميكانيكية من نجي هس نشوفها هلانه الميكانيكية هلانه هاذه اللي انا اجتوه بوجود اللومبير هاذ اللومبير اللي هو كاتبينه جواه راح يهاجم الاسر المزدوجة هلانه تظهر بشكل شحنة سالبة بعدين راح تصير هلانه موجبة هلانه هاي طبعا كلها مختصرها بهاي الخطوة هلانه راح تطلع بشكل شحنة سالبة بوجود بوسط حامضي راح تكتسب النا الشحنة او راح تكتسب ال H فتصير بشكل O H وهلانه اش عدنا؟ عدنا ال H همه هلانه هاي نقدر نستغنى عنهن هاي الخطوتيان قبل راح نسوي غلق للحلقة هلانه الان راح هاي اللومبير راح يصير بشكل آسرة هاي صار بشكل آسرة تحركت الآسرة غلقت يعني تحركت الآسرة لعلموت تغلق الحلقة فصار غلق بالحلقة هلانه اش موجود؟ موجود عدنا ال H راح تنفقد ترجع آسرتها هاي رجعت الآسرة اللومب ال O H ويه ال H همه راح تطلع بشكل جزيئة ما هاي سالب H2O وال H راح ترجع آسرتها فصارت هنان الآسرة تمام؟ تمام ال H هاي ما تنفقد إلا بوجود C6H5NO2 اللي هي النايترو بنزين and الفرس سلفيت اللي هو FeSO4 ما يجيبهن هاي وإنما راح يجيبهن بشكل بشكل شرحي بالسؤال تمام؟ إذن هلانا كشرح مالته A mixture of glycerol اللي هو هاذه أنيلين مو أملين أنيلين اللي هو هاذه الأرى الأمين سلفارك أسد سلفارك أسد اللي هو ال H2SO4 النايترو بنزين هاذه أنتفرس سلفيت اللي هو ال F E كلهن أنت هيتينغ ما ننسى الهيتينغ اش راح يطن؟ يطن؟ كوينولين هاذا الني كلهن Glycerol is dehydrated بالسلفارك أسد بالسلفارك أسد أكرولين إذن هاي أول معلومة الجليسرول ما ننسى اله بالسلفارك أسد ش راح يطنه؟ أكرولين إذن ألفا بيتا unsaturated كاربونين شنو اسمه؟ اسمها أكرولين إذن هذا اسمه أكرولين أنيلين أندرقو أميشل تايب أديشن وذ أكرولين راح يصير لي آآ يعني نوع من الإضافة هنا أسدك بروميتد رياكشن بروموتد رياكشن يعني هلانه يقول راح يخضى عنه الأنيلين نوع من إضافة نوع من المئكل يعني إضافة مع الأكرولين بتفاعل معزز بالحامض اللي هو الأسدك بروموتد رياكشن تفورم بيتا أنيلينو بروبانال ألفا أنيلينو بروبانال هذا هذا البيتا عفو بيتا بيتا أنيلين بروبانال انترن أندرغوز أسدك كاتليزد سايكليزيشن يعني هنانه راح يصير غلق الحلقة بوجود الحامف راح يطينه ال وانتو داي هايدرو كوينولين تمام وانتو داي هايدرو كوينولين إنو النايترو بنزين ارومات ارومات ايز داي هايدرو كومبوند تو كوينولين إت اتسلف إز ريديوز تو أنيلين فراس سيلفيت مودريت ديس لاست إكزوثيرميك ستيب تخفف كبريتات الحديدوز هاي الخطوة الطاردة الحرارة الأخيرة يعني هاي هي اللي راح تخفف الحرارة أو تخفف من كبريتات الحديدوز تمام فإهلاني آخر شي ش راح ينطينا راح ينطينا كوينولين و اللي هو النايترو بنزين النايترو بنزين راح يتحول المن راح يتحول إلى الأر الأمين اللي هو نفس الأنيلين يعني هنا نتو ريديوز راح يتحول المن إلى الأنيلين خوش فهس كمعلومات بها هاي الصفحة أول شي لغليسرول راح يصير لديهايدريتد بالسلفوريك أسد راح يتحول المن إلى الأكرولين شن الأكرولين ألفا بيتا أنساتشريتد كربونين خوش الأنيلين راح يخضى عنا النوع من الإضافة ميشل تايب أديشن مع الأكرولين بوسط حمضي تمام راح يطينا بيتا أنيلينو بروبانال خوش يعني الأنيلين ويه الأكرولين شي يطينا يطينا بيتا أنيلينو بروبانال هذا راح يخضى عنا الأسد كتاليزد هنا راح يخضع التحفيز حمضي سايكلزيشن بالتالي راح يغلقنا الحلقة راح شي يكون وان تو دايهايدروكوينولين إذن البيتا أنيلينو بروبانال نخليلي أسد كتاليزد راح يصير وان تو دايهايدروكوينولين الوان تو دايهايدروكوينولين شلون نسوي كوينولين تمام بوجود اللي هو النايترو بنزين وبعد شنوه والثيرس سلفيت النايترو بنزين راح يتحول إلما إلى الأنيلين اللي هو C6 H5 NH2 والثيرس سلفيت راح يقلل من الإكزوثيرميك moderate this last إكزوثيرميك يعني يخفف يخفف هاي الخطوة اللي هنان this method can be applied to synthesis benzene ring substituted كوينولين provided the substituents are not strongly deactivating in nature هاي الطريقة راح نستخدمها التخليق كوينولين حلقي كبديل للبنزين تمام provided provided the يعني هنانا بشرط انه لازم شي يكون البدائل substituents are not strongly deactivating يعني ما تكون البدائل شديدة يعني هنانا deactivating يعني ما تكون كلش خاملة يعني تكون بها فد شوية نشاط خوش خوش فهاي ينطبقها التخليق او تكوين الكوينولين كبديل للبنزين بشرط انه تكون البدائل not strongly deactivating in nature اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة